طبعا الحلو بالعراق هنا المقبلات مفتوحة مشغل المتاقب تأخذ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم مشاهدين ومتابعين من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندنا جولة جديدة منطقة جديدة منطقة الكاظمية في بغداد هاي المنطقة اللي يقصدها كثير من الزوار يجون لعجل السياح الدينية بها المنطقة اللي عندما تكون بها الإمام موسى الكاظم عليه السلام هذا هو المرقد ورائه راح ناخد جولة بسيطة هاي المنطقة ورح نجرب الأكلات الشعبية الموجودة في هاي المنطقة تعالوا اياي قبل من ادي الجولة اذا هومستر في القناة وضغط على زل الاشتراك ويلا كفا عمية المرأة تطلب منكم العمية تطلب من المرأة لأفك والسرح نبدأ بهاي الكبة اللذيذة حسب ما سمعت انه طيبة جدا الله عزيزي المصور عزيزي المخرج تعال باوع تعال 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 الريحة طيبة جدا وخلي نشوف طعامها لانه صراحة هذا المكان سمعته جدا جيدا الجو بارد وتخيلوا بس بشرفكم اللي صايم لحديدها علي ترا ده افتح نفسكم بس السوب السوب بيطعم يا اخي يعني صدق لحمنا العراقى طعمه جدا والله العظيم الطعمه يخسر عن كل اللحوم كل العالم يعني صاحب تركيا اقول لكم الاكل طيب وسيظل الاكل عراقي طعمها يعني صح صورت لكم كوباب فيديوهات سابقه بس يظل كل واحد لطعمه طبعا ما جاباه عليكم لاذا ملتيه وياها سعر الكوبة الوحدة 6500 دينار وهذا هو اسم المطعم كباب طيب جابر شارع الامراج بالكابا وانشو معاني كباب طيب جابر شارع الامراج بالكابا وانشو معاني الله شو الريحة الله اخوية فدماعون ذهينة بل ياهاي طريب رحدة اطيب الشي انت بل ذهينة انت تقول لي ياهاي طريب رحدة اتنا ايا تعني كل الطيبات اكو بقامر بجرب ياما رعيني فتشطن تعالوا 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 دروري شرح لكم تصور ما يحتاج بس تعال عزيجي المخرج بس شوفها شون ها طبعا دهينة هي اصلها من مدينة النجف وهناك اكو ها مستحدثة بالقامر فعلا مضايقها قبل ها معلومة جديدة بس هاي بالقامر صدق رهيبة فعلا شي طيب انا اللي متعود عليها بالنجف قبل سنين دهينة عادية بدون دها بس جوز بدون هالقامر بس هالقامر لأ فتشي صدق فتشي شوفوا شوفوا انواع الحلوة شوفوا 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 اوالي اوالي هاي الدهينة بالجوز هاي الدهينة بالقيمار وهاي الدهينة العادية هاي العشرة طلعت بالغلق ابدا والله حبيبي مايصر شوفوا هاي النقطار دا بين عليها اللي بينوها هواية باليوتيوب واللي عندنا موجودة بالعراق. الحساب ما يقبل يندفع. شوفوا هذا الفرق بيننا وبين بعض الدول. ما اردد كل كل ولا حديث علي. صوروا عدد من يوتيوبرية موضوع يعني الله يشهد على اللي صار. يعني لا اللي دخل بي ولا ادخلت. بس هو هذا فعلا اللي صاير. المشكلة هنا اوكي. مني يشوفوك اجنبي بالذات زيان يعني مو عراقي. ايه كل الناس تحب ضيفك. ابو التاكسي ما يحب ياخذ منك فلوس. ابو المطعم حسابك واصل. حسة مثل اللي صار ويانا هنا وهالزلم الطيب. عالده هنا ما يقبل ياخذ الحساب. هاي الشغلة اللي عندنا حلوة بالعراق. يعني بعد الدول حسابك اذا عشرة يقولوا لك عشرين اذا اجنبي. بينما هنا بالعكس من يشوفوك ما يقبلون ياخذوا الحساب. فصراحة يعني هاي الفكرة قلت اول ما تواجهني راح اصورها. وسبحان الله. هسا اجلت صدفة وهاي شفتوها. هذا هو المحلة بالدهينة. اللي اكلنا عدد دهينة. بالمناسبة راح اقول لك شغلة. رتجرب اجرب شغلة لك. بس على اللي صار لا. محلة قال الله عليك. لا والله. لا تاخذ الحساب يلا. ما يخالف لا تاخذ الحساب هن يلا. تاخذ الحساب الدينة يلا. حبيبي رحم الله والديك. سلام عليكم. لفت خلافل حبيبي او مشكل مشكل بس في دول عمرك لن تترجل او مشكل بس كم تحضير طبعا الحلو بالعراق هنا المقبلات مفتوحة مش قد ما تأخذ تأخذ مو مثل يعني غير اماكنة وغير دول شفنا كل شي بحسابة هنا لأ المقبلات بكيفك مفتوحة مفتوحة هو طبعا شوف دارد هو الشي لبينة بين العراق وغير دول غير دول شفناها صورتها مثل تركيا محسوح شاء اهام اهم شي العنبه تعال عزيز المخرج العنبه طبعا هي بهارات هندية استوردناها من العراق من زمان بالهند بس يعني انتشرت ادنا بالعراق وبالذات ويا العنبه ويا الفلافل عفون العنبه الها طعم ثاني الله 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 اشتادي شاي بلا شكر اثنين بلا شكر وهسه لازم نختم هالوجبات وهالأكلات لشاي العراق النذيب صدق ماكا طيب من شاينا لا والله ايه والله وتعيش والله والله وياه الشاي طيب والجو البارد نكتب حلقتنا اليوم اتمنى يا ربي تكون عجبتكم وتجدد لقائنا بحلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته